تعالوا نعمل اجمل كانتوتشي اطالي الطريقة الاصلية بتاعت الامهات في البيوت وبينشي مع الشاي كوكز ملوش حل وزي ما انتم شايفين الطعم والشكل غاني عن التعريف بطريقة بسيطة جدا هنعمله مع بعض وهتدعولي لان دي ابسط طريقة واجمل طعم تعمله يلا بينا نقول بسم الله اول حاجة هحط 3 بضعت وبعد كده هحط معاهم معلقة فانيلا بودر او اي نوع فانيلا متاح لك بعد كده هحط معاهم 30 جرام زبدة و125 جرام سكر بضرة واقلبهم مع بعض لما كل المكونات تتجانس وتدوب مع بعض يبقى 3 بضعت 125 جرام سكر 30 جرام زبدة معلقة فانيلا وانقلبهم لما كل المكونات تتجانس وتدوب مع بعض طبعا الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة هنزل ربع كيلو دقيق وعليهم 8 جرام بيكنج بودر واقلب لما تبقى عجينة عشان اكون امين معاكم المقادير ديت بيحط لها معلقة عسل نحل يعني فوق المقادير دي معلقة عسل نحل او معلقة مابل سيرب انا محططاش عشان في ناس كتيرة ممكن ما يكونش عندها عسل النحل لكن لو زودت على نفس المقادير دي معلقة عسل نحل بتطلع تحفة بحط 30 جرام لوز سليز و 150 جرام لوز نص تحميصة مش ناي لازم يكون في الفرن على الاقل 10 دقايق على 150 قبل معجين بي وطبعا لازم يكون بارد لما بيخش كمان الفرن بيزيد التحميص وشفته في اول الفيديو بيفضل ما ارمش وطعمه جميل لكن لازم تشيله في كونتينر يعني نجيب برطمون الكنتوتش عشان مايرتبش او اي نوع كوكز لازم يتغلب في برطمون او كيس مغلف لان طبعا الهواء بيبقى فيه رطوبة ورطوبة بتطري الكوكز وطبعا لو الكوكز طري بيبقى طعمه مش كويس عجنته كويس وكل المواد الجنسة بحطه في التلاجة 10 دقايق بس وبعد كده هخدمه زي ما انت شايفين واعمله رغفين تقدر انت عاوز الحجم كبير تعمل العجينة دية رغيف واحد او رغفين طبعا كل ما يكون صغير بيبقى حلو بينشي مع القهوة بيبقى جميل جدا واللي سافر ايطاليا او رحم مطعم ايطاليا تلعيب على طول بيتقدم مع الشاي او القهوة بيدي ناجحها جميلة بعفر الترابيزة شوية دقيق واعمله رول يكون قدي بعضه مهم جدا يكون الطول قدي بعضه عشان هم ما يجي قطعه سليز يبقى كله زي بعضه هسخن الفرنة بتاعتي وهحطه في طريقتين ممكن امسح بس بالفرشة من الدقيق وممكن ابل الفرشة حليب ولو ما عندكش مشكلة تلمعه بيت لكن من غير بيت هيطلع زي الفل لمعته حليب بس او مية بس هيطلع زي الفل زي ما انت شايفين لمعته وكون مسخن الفرنة بتاعتي زي ما انت شايفين مية وسبعين درجة ماء قوية بياخد اتناشر دقيقة بعد اتناشر دقيقة الرغيف بتاعي بقى جاهز استنى لما يبرد لازم يكون بارد بعد ما بيبرد بجيبه وقطعه سليز الشكل السنبوكسة اللي انتوا شايفينه ده يبقى لازم استنى لما يبرد على الاقل ساعة ولو مستعجل ممكن احطه في التلاجة وقطعه سليز السنبوكسة ده وبعد كده هحطه مع في الصاج واكون مسخن الفرنة تاني اديله تحميصة النهائية طبعا تقدر تتحكم لكن هو لا يقل عن واحد سمتي ما عاوز ترفعه شوية براحتك عاوز تتخانه براحتك لكن ده الستاندر بتاعه بكون مسخن الفرنة بتاعتي وادخله تاني مية خمسة وسبعين برضو لمدة اتناشر دقيقة ويطلع اجمل كانتوتشي في الدنيا اتمنى لو عجبك الفيديو ادعي لامي وابي بالرحمة من قلبك اشترك في القناة شوف المية وتمانين نوع كوكيز من جميع انحاء الايلم وريسبي اصلي